الاسماء المقصورة النكرة الاسم المقصور الاسم المقصور هو ما ختم بألف لازمة ثابتة مثل الهدى والعصى المهم أن تكون ألفا من حيث النطق ولو رسمت بلياء فألف العصى مقصورة وليست ممدودة كما يبدو ذلك لأن الألف الممدودة هي ألف زائدة تليها همزة مثل سماء أصدقاء إذا جعلنا الاسم المقصورة النكرة نوين الاسم وسقطت ألفه لفظا في الرفع والنصب والجر ذلك لاجتماع حرف العلة في آخره والتنوين المرمى مرمن ليست كل مفردة مختومة بألف اسمها مقصورة مشا تلا أفعال ناقصة وليست أسماء مقصورة هذا هنا متى أسماء معربة غير مقصورة إلى على حرف جر وليست أسماء مقصورة التمرين الأول أقرأ النص وأسطر الأسماء المنتهية بألف مقصورة راجع الفتى دروسه ثم خرج للعب في بطحاء الحي وهناك سقط على الحصار فجرح جرحا عميقا استوجب حمله إلى المستشفى وعندما وصل لفت انتباهه كثرة المرضى والجرحة فحاول التسلل بين الصفوف عساه يمر قبلهم لكن دون جدوى حينها تدخل أحد الممرضين قائلا له لا تحاول فالجهدك سيذهب سدى واحترام الدور واجب عليك وعلى غيرك الإجابة راجع الفتى دروسه ثم خرج للعب في بطحاء الحي وهناك سقط على الحصار فجرح جرحا عميقا استوجب حمله إلى المستشفى وعندما وصل لفت انتباهه كثرة المرضى والجرحة فحاول التسلل بين الصفوف عساه يمر قبلهم لكن دون جدوى حينها تدخل أحد الممرضين قائلا له لا تحاول فالجهدك سيذهب سدى واحترام الدور واجب عليك وعلى غيرك التمرين الثاني اجعل الأسماء فيما يلي معرفة قوان أذن مأوان ملهن مرمن الإجابة قوان القوى أذن الأذى مأوان المأوى ملهن الملهة مرمن المرمى باء أجعل الأسماء التالية تنكرى الربا الرحة الصدى المبنى القرى الإجابة الربا ربان الرحة رحان الصدى صدان المبنى مبنى القرى قران قران التمرين الثالث أكمل الفراغ بالاسم المقصور المناسب مسعى الأولى الأسمى الأعمى أنا الذي نظر إلى أدبي خابة كل جبار عنيد تحصل التلميذ على المرتبة الأنبياؤهم منزلة بين البشر حدد الأسماء المقصورة في الجمل التالية من طلب العلى سهر الليالي الحلوى المكشوفة ظارة زرت صديقي في المشفى يفرح الأطفال بالهدايا في يوم العيد التمرين الخامس ما هو مثنى وجمع الأسماء المقصورة التالية؟ الأسماء المقصورة على هدى ذكرى مرعى فتاة مستشفى مصطفى مثنى الأسماء المقصورة جمع الأسماء المقصورة الأسماء المقصورة على مثنى الأسماء المقصورة علوان عليين جمع الأسماء المقصورة علوات هدى هديان او هديين هديات ذكرة ذكريان او ذكريين ذكريات مرعى مرعيان او مرعيين مراعي فتا فتيان او فتيين فتيان مستشفى مستشفيان مستشفيين مستشفيات مصطفى مصطفيان او مصطفيين مصطفىون او مصطفين التمرين السادس اعرب الاسم المقصورة في الجمل التالية مصطفى ولد مهذب احضرت عصا طويلة تردد صدى الصوت في الغرفة ان سلمة تلميذة مجتهدة الاجابة مصطفى ولد مهذب مصطفى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة للتعذر احضرت عصا طويلة عصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر تردد صدى الصوت في الغرفة صدى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة للتعذر ان سلمة تلميذة مجتهدة سلمة اسم ان منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر اشتركوا في القناة